هذا ويحتضن مهرجان وزارة شؤون الإعلام في القرية التراثية المشاريع المنزلية والمحال التجارية وتجسدت الشراكة المجتمعية بين الوزارة والمواطنين من خلال إقبال المواطنين وملاك المشاريع على القرية التراثية حيث تتوفر الأجواء التراثية والبنية المهيئة لهذا النوع من الفعاليات مهرجان وزارة شؤون الإعلام بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان في المحافظة الجنوبية لم يكن فقط مجسدا للموروث البحريني العريق بل تجاوزه ليكون حاضنة للمشاريع المنزلية والمحلات التجارية ذات التاريخ في مملكة البحرين هذه طبعا جهوة بخلف في المحرق هذه تأسست سنة 1937 القهوة يعني غريمة الله يطول في عمره جلالة الملك والقائمين على الشيء وزير الإعلام يعني عادوا تراثنا الغريمة وأنا القرية ذي يعني بذلوا فيه مجهود وقهوة بخلف يعني معروفة في سوق محرق من أحسن أماكن يعني ويعني الجماهير والأقبال عليها من أحسن ما يكون وعشنا فيها التراث الشعبي أي على التراث الشعبي اللي ما لا أول ما لا تالي أقبال من أفضل الأقبالات اللي أنا كنت اللي شاركت فيها من قبل طبعا عندي أفضل الأقبالات اللي موجودة في البحرين يعني من الأشياء اللي سويتها وزارة الإعلام شاكر لهم أول شيء على هاللي البادرة اللي سووها حق الشعب طبعا وحق المحلات الموجودة اللي الشعبية من هالناحية يعني اقبال المواطنين والمقيمين من كافة الفئات العمرية على المشاريع بمختلف أنواعها سواء كانت المأكولات الشعبية أو المصنوعات اليدوية والحرف يعكس مدى القبول على المنتجات التي يصنعها أبناء مملكة البحرين علاوة على الأجواء التراثية والبنية المهيئة من قبل وزارة شؤون الإعلام جعلت من ملاك المشاريع المنزلية يقبلون على القرية بكل شغف ليعرضون ما لديهم لكافة الزوار واشكر الإعلام على هالغارية التراثية الحلوة اللي احنا صرحت لنا الفرصة اللي احنا نشترك فيها ونحن نعرض من توجاتنا أكلات الشعبية هني في هذي الغارية واشكر المنظمين على هذي الغارية هذي الغارية اللي سووها الشي أقول لك شنو فرحة النص فيها ما أقدر يعني شنو أعبر عنها وفي الهنا نروح معارض كل معارض نروح لكن شكل نفسه هذي المعارض موقع أنا متعودة طبعا من زمان أن أساوي الأشياء القديمة اللي هي مثل هاي الأشارات وتعلمتها من فاترة يعني طويلة أنا كنت أتمنى من زمان من شفتها في البرنامج القبلي وأنا كنت أتمنى قلت الله حقا قلت إن شاء الله أن أنا أشترك هنا ويكون في معارض أنا أقول في فعالات في كل مكان وهذه شي حق كل واحد بحريني يحتفل في كل مكان بس أنا ما توقعت أنه بيكون بذيط طريقة وبذيط الحضور يعني القرية الصراحة يعني متعوب عليها وصير شيء يعني أنا تفاجأت الشراكة المجتمعية بين وزارة الشؤون الإعلام والمجتمع البحريني تجزدت في المهرجا الذي يقام في القرية التراثية فبين الماضي والحاضر تبقى سمة مجتمع مملكة البحرين المميزة هي أن الجميع يجتمعون بكل ود وإخاء ويحفظون تراثهم ويدعمون مشاريع أبناء وطنهم والمشاريع المنزلية تنشط عندما ترى حاضنة بهذا الرقي والعمق التاريخي ختام هذه الجولة لهذا اليوم في مقهى أبو خلف الشعبي حيث يتواجد المواطنون والمقومون في أجواء احتفالية في هذه القرية التراثية التي تشرف عليها وتقيمها وزارة شؤون الإعلام فيصل حسين لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر